بات واضحا منذ وصول جو بايدن للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية مطلع العام الجارية أن صراع النفوذ في منطقتين أقصى شرق آسيا والمحيط الهادية بين واشنطن وبكين انتزع المرتبة الأولى في سلم أولويات السياسة الخارجية للبيت الأبيض على حساب منطقة الشرق الأوسط التي كانت لعقود طويلة مسرحا أمريكيا بلا منازعة سياسة بايدن توجس الحلفاء التقليديون لواشنطن منها خيفة دفعتهم لنسج علاقات مع قوى منافسة للتواجد الأمريكية فطرحت كل من روسيا والصين كبديلين عسكريا واقتصاديا اكتشاف وكالة الاستخبارات الأمريكية منشأة صينية عسكرية سرية بميناء خليفة في الإمارات ومفاوضات الرياض لاقتناء منظومة الدفاع S-400 الروسية وعقود الشراكة والاستثبار الضخمة التي أبرمتها الصين مع عدد من اللاعبين الأساسيين في الشرق الأوسط فضلا عن مفاوضات تطبيع العلاقات بين الرياض والطهران كلها مؤشرات على أن النفوذ الأمريكي في المنطقة بات مهددا بتغلغل روسي وصيني التنفس على زعامة المسرح الدولي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يصل مراحلا متقدمة ومع تنامي النفوذ الدولي لبيكين تتعالى أصوات داخل دوائر صناعة القرار الأمريكية تحذر من سعي التنين لافتكاك النفوذ من واشنطن في الشرق الأوسط ما يفسر رسائل الطمأنة التي بعث بها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر المنام الأخير بأن التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط سيستمر مع الالتزام بحماية حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة